كل ديمقراطية في أوروبا لديها الحق في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والنيتو يحترم ذلك الحق وقلنا في مرات عدة إن أبواب النيتو مفتوحة حلفاء النيتو حين التقوا بعد قمة مدريد أوضحوا بأننا ندعم حق أوكرانيا في اختيار طريقها لتقرر أي إجراءات أو ترتيبات أمنية تنخرط فيها طلب العضوية في الحلف تنظر فيه كل الدول الأعضاء وتتطلب الإجماع تركيزنا اليوم هو على تقديم الدعم السريع لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي وهذه هي الجهود الأساسية للنيتو